عزيزي مشاهدي قائمة الصحة والجمال أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الملعب معيكم النهاردة أحمد زادة ومعنا مواضيع ساخنة بعد رمضان في مجال الكرة المصرية هنقشها النهاردة طبعا مع زميلي النقد الرياضي محمد وائل محمد مشرفني ونورني حبيبي يا سيد أحمد نورك ومشاهدينك الكرام نورين حبيبي يا محمد طبعا احنا عندنا أحداث ساخنة في الكرة المصرية الأيام دي شد وجزمة من بين الأهلي والزمالك في الصفقات بدأنا نسمع عن أعداد لمجلس النادي الأهلي مع لعيبة نادي الزمالك طبعا النادي الزمالك في زر التخبط الإداري اللي موجود دلوقتي وده واقع الجميع عارفوا أصبح حالة غير استقرار لكن الخبر اللي احنا سمعنا يا محمد قبل ما أخش هوا وده اللي بيخليني أكلمك فيه هو لعيب من نادي الزمالك شهير قاعد مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بدون ذكر أسماء وتفاوضوا على الانضمام للنادي الأهلي المسلم القادم مين هو اللعيب؟ مين هو عضو مجلس الإدارة؟ والكواليس بما أنك مرم بالأحداث داخل النادي الأهلي كرمني عليها محمد طبعا ألف السلام عليك بعد رجوعات من فيروس كورونا ألف السلام عليك طبعا أنت عارف أكيد الكواليس ولكن أنا أحب أقولك أن اللعيب هو أحمد ساد زيزو وتضربت أقوال كتير من بدري من ساعة ما نزلت سورة على الإنستجرام وهو مصاب في رجله تاني يوم نزل للتدريب الجماعي بعض الناس شكت أو الجمهور شك أن فيه حاجة في أحمد ساد زيزو أداء الفترة الأخيرة بعيد كل البعد عن الموسم الماضي والمستوى اللي قدمه مع نادي الزمالك فيه جلسة حصلت ما بين أحمد ساد زيزو ومسؤولي النادي الأهلي على الاندمام وصبل الاندمام وكيفية الاندمام غالبا ممكن نشوف قصة كهرباء من جديد ممكن نيطلع عارة مثلا للخديج أو يطلع عارة لبرتغال ويرجع للنادي الأهلي هنشوف الأيام اللي جاي فيها إيه ولكن اللعيب أبدى رغبة الانتقال للنادي الأهلي يعني في الفترة الأخيرة ده بسبب انتماؤه وده بسبب هو العائد المادي هما الاتنين الزمالك زي ما أحضرتك قلت في الفترة الأخيرة عنده مشاكل مادية شوية هو حتى في كذا انترفيو قبل ما ينضم للزمالك وراجع من البرتغال وحد سأله برضو يعني زنقه في حتة الأهلي والزمالك دي فهو مال للأهلي شوية ولكن هو ساعتها قالك احترافية وأنا عنديش مانع عن ضم النادي الزمالك وكده بس هو ميل للأحمر شوية من ساعت قبل ما ييجي من زمالك في برتغال شايفت البصافك مفيدة للنادي الأهلي؟ في ظل أداء لعبي أو إنجات النادي الأهلي الحالية قادر أقولك إن أحمد سيد زيزو يكون لعيب مفيد جدا للنادي الأهلي احتك بالدور المصري تاني موسم على التوالي لعب أفريقيا لعب في أوروبا لعب منتخب مصر فأعتقد إن أحمد سيد زيزو تبقى صفقة قوية جدا للنادي الأهلي ولكن عندي بعض المخاف شوية ممكن تبقى زي كهرباء على نفس الضغوطات الجماهيرية برضو تشوفت كهرباء كان عامل إزاي في الزمالك؟ يعتبر هو اللي كان شايل في رئية الزمالك في الفترة اللي كان موجود فيها ولما راح السعودية عمل أداء قوي جدا ولكن لما جي الأهلي مشاكل 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 لكن في نقطة بما إنك برضو ناقد رياضي بتحب تنقض الأحداث اللي هو فيه انضباط أكتر عند أحمد سيد زيزو مش جوا الملعب بس يعني حتى برا الملعب بنسمع قصص عن كهرباء إنه هو غير ملتزم قصص شبيهة بصالح جمعة لعب من ندي الأهلي السابق وسلمينكا كيلوبرترا الحالي وهي تتباعد كل البعد عن أحمد سيد زيزو فشايف إن الكافة دي ممكن ترجح زيزو إنه هو ينجح في النادي الأهلي؟ أنت عايز تقول إن أحمد زيزو ملتزم برا الملعب أكتر من كهرباء ومن أكتر من كهرباء بالمناسبة كهرباء عنده مشكلة كبيرة في النادي الأهلي اشتكى الكابتن سيد عبد الحفيز من جلوسه على بكة البودلاء رغم إنه هو رجع من الإصابة للهبوط اللي حصل له في الدورة الدموية عنده ولكن علاقة كهرباء متوترة من ساعة إيقافه ومن ساعة مشكلته مع موسيماني مشكلته متواصلة مع موسيماني على رغم سوء أداء ونجات النادي الأهلي يعني حسين الشحات برا الخدمة طاهر محمد طاهر بييجي مع الوقت والاحتجات كل المباريات أجاي مصاب فأنت ما عندكش ونجات تعتمد عليهم يعني لو كهرباء ما خدش دلوقتي هياخد إمتى؟ فكهرباء عنده مشكلة وحصل جلسة النهاردة مع كابتن سايد عبد الحفيز بيحتيله على يعني كسة مقاعد البودلاء وإزاي ناعد وفرصتها تيجي إمتى وأنا جاهز وأنا بتمرن وبدأني كتنام فأعتقد كمان الصفقات اللي محتوطة قدام دورة النادي الأهلي ممكن تتيح بكهرباء خارج النادي الأهلي عرضه البيع آه 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 عرضه البيع مفيش أعارة الصفقات اللي محتوطة قدام النادي الأهلي صفقات كوي جدا هتعود أبرزهم آه فيه سفيان رحيمي آه فيه أحمد سمير لعب طلاق الجيش سورينو مع أننا معطلد على فكرة سورينو آه مع أني معطلد على فكرة سورينو دي خالص يعني أنا واحد من الناس ممكنه لعيب حريف آه حريفة أستاذ أحمد ولكن صعب يعني صعب أرقامه صعبة مع المرق مع سانداونز المرة دي لو معاك أرقام دي يا ريت آه أرقام سورينو السادي في عجالة كده ده عقيفة جدا لعب في الدوري 13 ماتش آه سجل أربع أهداف فقط وصنع اثنين ده في الدوري في أفريقيا لعب ست مباريات عمل أسست واحد يعني سورينو في الموسم كله السنة دي سجل خمس أهداف من 23 ماتش ده غير سنه سنه كبير داخل في التلاتين سنة فأعتقد أن سورينو صعب الانضمام جدا في منظومة النادي الأهلي بسبب السن لأن الموسماني بيفكر في تعامل السن مؤخرا يعني فأعتقد هتكسر حاجز 3 مليون دولار أو الـ 4 مليون دولار على حسب ما سمعنا فلا 5 مليون دولار من الـ 4 إلى 5 مليون دولار فصعب قوي لعب بالسن ده ما تكلمناش في حاجة هو إمكانياته عالية جدا ولكن أرقامه الموسم ده مع سندونز ضعيفة جدا ما عرفش هل هي مقصودة أنه مثلا بيتهرب من بعض الماتشات فما لعبش بعض الماتشات ممكن عامل السن ممكن عامل السن ممكن نفسيا أنه كان متعود على موسماني وطريقة لعب موسماني فممكن بيتأثر فيه لعبة كده بتحب مدرب معين فأنا معاك في أي حتة أنت هتروح حتى بعد الماتش لما بدل التيشرت مع علي وديانج نزله ستوري على الإستجرام بفخر أن أنا لابس تشارة الأهلي بتمنى أن أنا نضم للكان الكبير ده ولكن أنا من وجهة نظري أنه صعب صعب في ظل الإمكانيات الموجودة صعب وكمان ليه بدايل يعني ليه بدايل وصغيرة في السن سواء محليا أو أفريقيا مثلا حمد الهوني حمد الهوني لعب التراجي 27 سنة لعب مكسر الدنيا ولكن التراجي مشاي فيها صح إدارة التراجي متمسكة بيه جدا نجمل فريق أعتبر ولكن الصفقة البديلة موجودة على طائلة الأهلي ودخلت فيها نادي الزمالك حصري عندي حصري عندي سوفيان رحيمي فيه صراعا ما بينه يعني بين نادي الآخر وبين نادي الزمالك لعيب عنده 24 سنة شفناه أمام بيرامدز في الكونفدرالية السنة في الزهاب وفي الاياب سجل هدف هنا في مصر في بيرامدز في ماتش 3-0 لعيب قوي جدا وينج سريع جدا والرجاء أبدأ موافقة مبدئية على بيعه بسبب الضائقة المالية اللي بتمر بالنادي يعني ممكن في الأوقات اللي جاية دي هنسمع خبر عندي مام سوفيان رحيمي إلى الأهلي أو الزمالي مركزه الأصلي مركزه الأصلي وينج زي حسن الشحيات زي كهربا بيلعب تحت الفراودة لعيب صغير في السن عندي أرقام برضو عند 24 ساعة ياليب برضو تستعرض لعب في الدوري المغربي 117 ماتش مع الرجاء وغير الرجاء سجل 33 جول صنع 31 جول الموسم الحالي في الدوري لعب 16 ماتش سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف في الكونفيدرالية لعب 7 ماتشات سجل 3 أهداف وصنع 1 نسبة ليست سيئة نسبة ليست سيئة على الإطلاق لعيب قوي جدا حتى شفناه على فكرة قدام الزمالك في الماتش الماتشين النص النهائي في السنة الفاتد لعيب قوي جدا لعيب مؤثر جدا أتمنى أنه نشوفه في الملعب المصرية هيكون إضافة قوية جدا سواء الليلة والزمالك ولكن ممكن الزمالك يفكر فيه أكتر لو فكرة أحمد سيد زيزو تلع والصفقات المحلية هل هناك زي اشتباك هنشوفه ما بين الأهل والزمالك الموسم القادم ولا هيبدأ اتجاه على صفقات أجنبية بس لا بص بصراحة لو عايز تتكلم صراحة أستاذ أحمد المواهب في مصر قلت اللعيب اللي يرتدي تيشيرت الأهل والزمالك القواليتي دي قلت ما بقتش موجودة حتى أنت لما بتجيب لعيب محلي بتبص لبر أزيزو رجعته من برطغال يعني هكذا حتى لما بتجيب لعيب محلي ما بتبصش في مصر لأن القواليتي أو الخامة بتاعت اللعيبة قلت شوية لكن في لعيبة محمد دلوقتي يعني على التوضى والناس بتشكر فيهم زي مثلا محمد فتح الله مدافع المحل محل ده من الناس اللي نادي الزمالك مثلا محتاجها قوي خصوصا في في زر إصابة الوينش ومحمود علاء في مين تاني عندنا محمد عبد السلام محمد عبد الغاني ده في نادي الزمالك اللعيبة اللي موجود أنا بتكلم عن اللعيبة اللي في الأندية التانية عندك عبدالله بكري عبدالله بكري قريب من الزمالك قريب من الزمالك عبدالله بكري قريب جدا من الزمالك وممكن نشوف مفاجئة في خطة فعال زمالك ممكن لعيب أجنبي لا لا لعيب كبير ممكن نمشي من خطة فعال زمالك لأن انت عندك محمد عبدالغني محمد علاء محمود علاء محمود الوينش محمد عبدالسلام محمد عبدالغني وهتجيب لهم عبدالله بكري فيبع عندك خمسة وانت محتاج مثلا أربعة من كل السنطر بكات دي ففي واحد جاي له عرض من برا مصر مش هادر أفسح عن دلاتي في واحد من خطة دفاع نادي الزمالك من الاتنين محمود عيبا جاي له عرض خليجي وإدارة الزمالك بتبت في الأمر برضو دائقة عملية بتمر في نادي الزمالك فممكن نشوف اللعيب من خطة دفاع أو هو دي رغبته من السنة اللي فاتت وده اللي بينعكس على مستوى في الملعب الله أعلم في حاجة تانية دلوقتي نادي الزمالك بيوفر مكان أجنبي وبيدور على النادي لبيع المسلوسي أو لتسويق المسلوسي كارتيرون مش مكتنع بالمسلوسي بالمرة شايفوا أنه صفقة مش لا يطاليك بالنادي الزمالك أو لا يطاليك بتيشرت النادي الزمالك مستوى متراجع جدا فنادي الزمالك بيفكر في تسويق حمزة المسلوسي بشكل كبير عشان يفضي مكان لأجنبي وغالبا هيكون مهاجم يعني غالبا هيكون مهاجم لأن الاثنين الفراوضة اللي وصلوا لنادي الزمالك مؤخرا ليسوا على المستوى إطلاق بنتكلم سواء سيف الدين الجزيري بتتكلم على الجزيري أصلا إعارة سواء بنائة البيعي يعني لو كان أثبت نفسه ممكن ممكن يستمر أو مروان حمدي شفنا سيف الدين الجزيري في الفترة بتاعت باتشيكو كان بياخد ماتشات كان كويس جي كارتيرون أعاده خالص حتى أنا اتفاجئت في الماتش الكمة الأخير بيبقى حميد أحداد مكان أه حميد أحداد تانية أه وسيف الجزيري بر القائمة خالص مع أن سيف الجزيري في الماتش بتاع الزهاب في الماتش الدوري نزل عمل بلن عمل هجمات خطيرة يمكن تعرف السبب أنا برضو كنتبسأ الناس نفس السؤال ده وهو سؤال يعني كويس منك محمد يمكن عشان كارتيرون حضر سيف الدين الجزيري لما كان مدرب في نادي الزمالك قدام المقاولين وشاف مستوى أكتر باتشيكو شافه وشافه على المستوى الدولي مع منتخب تونس فيمكن يكون هو واحد نظره أنه هو مش مقتنع بسيف الدين الجزيري كسترايكر بس العيب كوي أستاذ أحمد عيب كوي وخبرة وكمان دولي يعني مجرد ما اقترن اسمه في نادي الزمالك بقى العيب دولي بلعب مع الناس الكبيرة في منتخب تونس فرجاني ساسي علي معلول وهبي الخزري الناس المحترفة والناس الكبير فرجاني ساسي كويس أن أخذكرت اسمه فرجاني ساسي انت عايز تعرف الناس كوي لها محتاجة تعرف انت عايز ترف كويس احنا داخلين على شهر 6 هو عقده ينتهي شهر 9 شهر 9 يعني قدام دورة الزمالك وفرجاني ساسي 3 شهور عايز أقولك لحد الآن المفاوضات معلقة العيب مش عايز يجدد إلا ما يستلم الدفعة المتأخرة من فلوسه اللي هي 600 ألف يورو ألف يورو أو ألف دولار تقريبا 9 مليون 600 ألف يورو و300 ألف دولار تقريبا 9 مليون و600 ألف جنيه مصري اللاعب مش عايز يمدي على أي عقود جديدة إلا لما يستلم الدفعة دي دورة نادي الزمالك مأخرة الدفعة دي في كل اللعيبة اللي متأخرة لها فلوس بسبب تعرف اللي بحصة في نادي الزمالك والضايقة المالية بتاع سفر مالي الزمالك في حاجة كمان نادي الزمالك رفع قيمة اللعيب من مليون و200 ألف يورو إلى مليون و400 ألف يورو على ترانسفير ماركت وده اللي رفضوا فرجاني ساسي مطلقا فرجاني ساسي طالب رقم فلاقي أستاذ أحمد طالب آه تب تتكلم على رقم التجديد آه رقم التجديد الزمالك رفع من مليون و200 ألف يورو إلى مليون و400 ألف يورو يعني زود 200 ألف يورو بس على العقد الأديم يعني تتكلم حوالي حوالي يعني آه خمسة مليون تقريبا 25 مليون يعني تتكلم في السنة دخل حوالي 20 مليون آه 20 أو 21 مليون 21 مليون ولكن فرجاني ساسي فاجئ إدارة الزمالك هو فاجئ جمهور الزمالك برقم فلكي وهو 2400 ألف جنيه أو 2400 ألف يورو دي شاملة درايب دي شاملة كل حاجة يعني هو طالب على عقده مليون يورو زيادة هو كمانا عايزين نوضح يا محمد أنه هو اللعيب برضو اللعيب الأجنابي بيبقى عنده نسبة درايب عالية أعلى من اللعب المصري على دخله أنا فاهم فيمكن عشان كده عقده يكون أعلى أنا فاهم بس مع احترامي لو هتدي لعيب 2 مليون 400 ألف يورو مع احترامي واحد بن زي بن شرقي يطلب كم؟ مع احترامي هو أكثر تأثيراً من فرجاني ساسي أنا من وجهة نظري أشرب بن شرقي أهم لعيب داخل الكرة الصمراء والاخل مصر والاخل نادي الزمالك أفضل وينج في الكرة الصمراء على الإطلاق من وجهة نظري من ساعة ما كان في الوداد فالفكرة أن لما ساسي لعيب نص ملعب هو مؤثر في الهجامات مايسترو بيزبط الإقاع تماماً مختلفتش إنما دا لعيب هو أحرف هدف الندي الأهلي في آخر 10 دقايق إنما دا لعيب دا أشرف بن شرقي دا لعيب وينج هو اللي بأهداف في آخر ماتشين 3 قبل ماتش الأهلي وحتى في ماتش انبي هو اللي حطت لك أجوان حسم بيفكر لك ماتشول فلما فرجاني ساسي لعيب منتصف يطلب بـ 2.5 تقريباً مليون يورو فالعيب هو يمجي يحبيني أودك يا محمد إنه يضغط في الأول من شرطة فرجاني إذ هو كان ممكن الذجنة المعقتة تبادر حتى بدفع المستحقات المتأخرة الساسي عشان لما يجل عضو على طوضة المفاوضات يبقى هو الراجل حتى منطمن المصمم على 2 مليون يورو مش هيفضل مصمم عليهم لغاية آخر يوم في عقد وممكن ينزلوا 2 مليون 800 700 لو كان فيه إدارة حكيمة وذلك أبتنأي من يونس كان بيورو من شهرين بعد استقاضته ولكن ده حياته لمنتو نادي ده بالنسبة للفرجاني فيه كلام على حد تاني في نادي الزمالك في التجديدات أو الرحيل ما فيش حد في التجديدات نادي الزمالك في الحتة دي مستقر لحد ما اللعيبة يعني ما بتتكلمش كتير مركزين في بطولة الدوري وبطولة الكاس ما عطقتش إن إحنا هنشوف حاجة إلا بقى في الموسم الجديد يعني في الموسم الجديد كله يبدأ يظهر مع بقى وجود مجلس جديد اللي دارت نادي الزمالك أو كده كله يبتدي يظهر بقى لكن دلوقتي حاليا الشغل الشغل لجمهور نادي الزمالك هو كسة فرجاني ساسي وعلى فكرة كسة تجديد أوباما عملت مشكلة داخل نادي الزمالك يعني تجديد أوباما والمبلغ اللي طلبوا تقريبا 10 مليون أو 11 مليون في السنة وخدوا وجدد فعمل ربكة شوية في نادي الزمالك مشمعنا بقى بعض اللعيبة عشان كده بعض اللعيبة زي ما يقول لحضرتك بدأت تروت من المركب فيه ناس بتفكر في عروض خالجية خصوصا أن ما فيش مدير كورا بالزبط كده ففيه ناس خلاص بدأت تروت من المركب من اللعيبة وده مش يظهر دلوقتي ليه بقى؟ لقدر الله مثلا لو خسرت بطولة الدوري أو خسرت بطولة الكاس فأنت بش تترحم بالجمهور يعني الجمهور يقول لك بقى أنت على العروض نفعيتك بإيه؟ أنت في التنب إيه؟ فهو محدش بيتكلم دلوقتي إلا ما الرؤية تتضح قدام شوية ولكن الأمور باينة يعني فيه لعيبة مش حابة تستمر للسبب الضائقة المالية وعلى فكرة ده حقهم وبسبب عدم الاستقرار الإداري آه الإداري ده حقهم ده حقهم اللعيبة دي قرأة لعيشها لها التزامات ولها بيوت فده حقهم تماما طبيعيا عشان كده يعني جمهور ندي الزمالك دي الحق أنه هو يطالب بمجلس إدارة مستقرة أو انتخابات عجلة عشان حتى الناس اللي تبقى جاية دعيبة تبقى متطمن أنه يبقى فيه ناس موجودة لمدة أربع سنين دعيب يبقى متطمن أنه هو بيجدد أنه هو ياخد فلوس وده سرو الحياة يعني أو الاحتراف اللي احنا فيه فحدش يقدر يزوم على دعيبة لكني يا خلال ديك أكلمك في حاجة تانية أكلمك على المستوى الفني للمدربين فيه ناس نتكلم طبعا على كارتيرون بس عايز أتكلم على موسيماني الأول الأقاويل الفترة اللي فاتت تلت على موسيماني أنه هو بدأ أداء النادي الأهلي يبقى في النازر تضيع نقاط أمام غز المحلة فيه حالة من عدم التركيز حتى شفنا موسيماني في مؤتمر الصحفي الأخير في لقاء النادي الأهلي والزمالك تعصب على أحد الصحفيين وقالوا تعالى مرد مكاني أنا واحد واخد برونزية تكسر عدم الأندية بيضاء طرق أفراقية تقريدي كاس مصر قمة لحد الوقت التراية كيف في الكلام ده بص أستاذ أحمد أنا مش هختلف مع الجمهور ومش هسير عكس طيار الجمهور موسيماني مدرب واقعي بنسبة 100% بيلعب بالقماشة المتاحة معدش يقدر يلوم شوفنا ضغط المبورات 5-6-7 لعيبة من القوام الأساسي مصاب مفيش أنا شايف من وجه نظري في آخر تقريبا خمس سنين أو آخر ست سنين مفيش لعيب إلا 3-4 لعيبة أثر في النادي الأهلي باستثناء معلول بلد ربانون وأليو ديانج وحسين الشحات من وجه نظري بلاش شوفنا بحسين الشحات كواليتي بتاعته بلنبي ولاش حسين الشحات عايز بخمسة ميديون درار بيهاجم بيهاجم زماية ليف فرقة تانية وده اللي إحنا بنتكلم فيه إن إحنا عايزين نهدي شوية فكرة التعصب فأنت لعيب في نادي كبير ما تجيش تعمل لي تعصب لا وهي الواقعة مش حكاية تعصب إحنا يعني زي ما بنتكلم على قضية فلسطين الأيام دي وربنا معاه من شوق ده طبعا بنتكلم بأنه كورونا على قضية العنصرية يعني عنصرية في الدون في الجنس في كل حاجة فماقدرش لنا التاريق على ضعيب عشان دونه ده بتخش في يعني بره قطرة الجزار حتة تانية فطبعا اللي حصل في رمضان أنا بس مش هلوم على اللاعب أكتر مني هلوم على مقدم البرنامج وحتى وزملته وزملته وحتى المشاكة اللي كان بره ومشاجه إحنا بمفروض قدوة كأعلام كلعيبة كإدارات إنت قدوة للجمهور اللي برا إنت بتوصل للجمهور إن أنا مثلا كاره اللعيد ده وأنا كاره للنادي ده فتبتدي فكرة التعصب بتزيد أنا كل بقى جيت تفكيري في السوشيال ميديا هنا والسوشيال ميديا هنا أنا ما بتكلمش على الصفحات أنا بتكلم على السوشيال ميديا الرئيسية للنادي هنا والنادي هنا أنا مستعجب جدا بعد الماتش فرجاني ساسي تقريبا رقص حدي فعملها على صفحاته الشخصية لقي نادي الزمالك والصفحة الرسمية ليلة سعيدة فيرد عليه جمهور فيرد عليه السوشيال ميديا النادي لأ أنا محاس كده شديد بس أختلف معيك في النقطة دي دي نقطة ممكن نختلف عليها لكنها لا سبيل إن أنا أقارن النقطة دي بالعمل وحسين الشحات بالعمل وحسين الشحات يعني يرتقي مش عايزك قود جرم لكن يعني لو جرم أخلاقي اللي هو سواء بقى قصده ولا مش قصده لكنه إنه هو يتكلم على صديق ليه في الملعب ويقول عليه أنه ميت والكلام ده ده كلام مرفوض لكن إنت عارف تراجل بتاع سوشيال ميديا وناخد رياضي وعارف إن الصفحات ساعات لازم تعمل الأجواء دي عشان الجمهور وعشان الجمهور يتفاعل كمان إحنا يا والله حضرتك حاجة أنا مش عايز ده رأيي طبع ولكن أنا مش عايز مش عايز يعني مش عايز أصنفها لك إزاي إحنا هنا بنعملها بتوسع مننا شوية بالبلغ دي كده صح إنما أنت في أوروبا مش ياك شيك كلمتين شيك على صورة شيك إنما طابت ليلاتكم وجايب لعيب بتمرمت في الأرض واللعيب التاني واقف على رجله والناحية التانية ترد طب إنت سبت إيه للجماهير إنت بقى سبت إيه للجماهير إن إنت صفحات النادي الرسمي وبتعمل كده إيه أنت سبت إيه للجمهور الجمهور يعمل إيه الجمهور راح مطلع بقى الدفاتر الأديمة لده والدفاتر الأديمة لده وقال لك ساسي مش عارف خسر من الأهل الترجي والصفاقسي وفتحوا بقى الملفات وإنها حتانية مسكوا حسين الشحات زود تيم بقى آه يفتح بقى يلا كله بقى ما انت خلاص ما انت القضوة بتاعتك بتعمل كده بس أنا بلاحظ برضو أنك بتجيب سلقة حسين الشحات أنا حاس أنت مش مقتنع بي ولا فنيا ولا أدبيا احكي لي عن قصتك مع حسين الشحات آه هقول لحضرتك يعني أنا ماشي موافق أنه هو العيب بخمسة مليون درار ولم يقدم المستوى المعهود وكل الكلام المبالغ فيه لك أنه يهمني أنه أسمع رأي أكبر هقول لحضرتك حاجة صد مفارقة غريبة آه أنا اعتبر جار حسين الشحات آه هم من مدينة السلام وأنا من مدينة السلام مقدم جدا مطوضع جدا حتى ماشي في الشارع عادي جدا بتصور مع الناس عادي جدا ولكن في الملعب أنا بختلف معه كلية مش زه حسين الشحبة على العين آه أنا معا احترامي ليك أنه أنت بعت كتير فلوس وقدرت النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وفوق دماغنا أنا عايزي حتة الفنية أنت فتني فنية يعني معا احترامي أنا أنام وأحلم بسورينو يوسف البلايلي حمد الهوني صفيان رحيمي وأداءهم يعني بفكر الأهلي معاهم أو هجوم الأهلي معاهم ووصح علي حسين الشحاب بالمستوى ده لا معنا نازم أتكلم المبلغ كبير جدا ده أنت المبلغ ده أنت كنت ممكن تجيب بيه صفيان رحيمي وتجيب بيه سورينو فتخيل بقى أنت صفيان رحيمي وسورينو أو حمد الهوني سورينو غير الترديات الإعلانية وإيمالية نا وهو يعني ففارق كبير يعني حسين الشحاب لازم يفوق شوية يسيبوا من جو السوشيال ميديا حتى الفترة قبل كده هاجم الجمهور هاجم جمهور النادي الأهلي وقال لهم بعدينكم ما تشتمونيش بومي اللي عايزش تمني يشتمنا فهو تحس أنه هو مش مركز مش مركز في الملعب أهمه أنه أنا بلعب بتشيرت النادي الأهلي لا وبحس أن أخوه هو اللي متحكم فيه يعني حتى بتواجد معاه في المعسكر وكل حتة لكنه هو أكتر من وكيل العيب دي حتة تخص اللعيب إحنا ملناش داو وأنا بتكلم على لكن مش طبيعي نوري بمعاه في كل معسكر مع العيبة حتى مش طبيعي ده ما بتشوفوش في دول أوروبا ده ما بتشوفوش في دول أوروبا ولكنه أخوه داعم لي وما فيش مشكلة أنا بتكلم على أداءه في الملعب أداءه في الملعب حسين الشحات من ساعة ما جيل أهلي مفيش خالص حتى كابتن سيدنا وحفيز قالها النهاردة قالك إحنا حد دلوقتي ما خدناش من حسين الشحات المستوى اللي إحنا طلبينه منه أو المستوى اللي إحنا نستنينه منه فلما مدير كورة كبير ولعيب كورة كبير زي كابتن سيد عبد الحفيز يقتل عيول كده على حسين الشحات فحسين الشحات لازم يفوق ولازم يعيد حساباته لأنه بيلعب لنادي كبير جمهور ما بيستحملش الخسارة ما بيستحملش التعادل عايز جهد وعرق في كل البطولات النادي الأهلي عنده حدس ولا حرج عن البطولات كاس السوبر الأفريقي كاس السوبر المصري بطولة أفريقيا الدوري كاس ممكن ده بيزود الضغط على العيب اللي هو مش متعود أنه هو يدعب تحت ضغط جماهيري ما هقول لحضرتك ما أنت عشان كده لازم تتفوق بسرعة أنت وقعتا وبمستوىك وحيش لازم تفوق بقى بسرعة عشان ممكن في ثانية ما تلاقيش نفسك شوفنا العيبة كتيرة ما خدتش فورتس وعمر جمال بقى كابت نعمل متعب الناس اللي كانت مكسرة الدنيا دي ولما وقعت شوية ما لقيتش مكانها فحسين الشاحات يجب على أنه يفوق قبل الصيف لأن بعد الصيف في صفقات زي ما قلت لحضرتك واستعرضناها جمدة جدا جاية على الونجات طب أنا أسألك سؤاد يمكن حسين الشاحات ممكن نشوفه أعارة مثلا خارج النجر أهدي مش عايزة تكلم على بيع عشان أنت بيع مستحيل صعب لا هي مستحيل ربع الرقم دا حتى هيجيب لك 5 مليون درار مستحيل أو حتى 2.5 مليون درار مستحيل بأرقامه يعني لو أنت معاك أرقامه أو حتى لو الناس كده عارفة أرقامه إنما شايف أن هيبقى في نية أن حسين الشاحات ممكن يطلع أعارة مثلا برقم كويس يفيدوا ماديا وفنيا ويرجع نجد أهلي هو فيه مع خروج كهرباء صعب تستغنى عن حسين الشاحات أنت مهما هتجيبه وينجات فأنت هتحتاج بديل يعني أنت لو طلعت حسين الشاحات وطلعت كهرباء فمش هتفضل لك إلى 2 كده خلاص كهرباء تتكلم بساقة أنه خارج آه آه يعني آه مش هتفضل لك إلى 2 أجاي وطهر محمد طهر وصلاح محسن لو وظفتك ناح حتى كان يبقى عندك وينجين بس حتى لو جيبتوا وينجين هيبقوا بأسعار جمدة جدا أو ممكن مثلا تجيب لعيب مثلا زي إبراهيم عادل 20 سنة لعيب بتاع بيراميدز اللي بيلعب وينج ممكن تجيبه جدد دنبالة 5 مواصل آه آه شوفت عن القضية دي ولكن لعيبه مماز جدا ممكن تفكر في أحمد سمير يعني ممكن تفكر في أحمد سمير أحمد سمير يبقى وينج رايت آه فوينج مصري وينج أجنبي في الحالة دي ممكن تطلع الاتنين عادي جدا ممكن تطلع واحد بيع واحد أعارة ممكن تطلع اتنين أعارة يشوفوا الدنيا في أي ورد طب وابناء الأهل المعارين ده دي كارسة ده أنت عندك بقى بص بقى بش تكذبني عن الموضوع ده عمار حمدي أحمد عبدالقادر عمر جمال أحمد ياسر ريال الأربعة دول موسيماني طالب رجوعهم بشكل حتمي جدا أرقامهم كويسة أرقامهم كويسة جدا هتكلم على أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر كان محترف برة ورجع على سموحة أحمد عبدالقادر لها بالحد الآن مع سموحة ومستاشر ماتش جميل ده بيلعب رقم عشرة يعني جيش ولا وينج ولا سنتر فرود ولا الكلام ده صنع أبعاب صريح الرجل ده حطي ثلاث جوان وصنع جنيه فأول مرة يلعب دوري مصري الرجل ده كان ناشيين الأهلي تلع عارة برة واحترف رجع على سموحة أجواء جديدة جدا لعيب صغير 20 سنة تقريبا أو 19 سنة فأرقامهم كويسة لسه بيحتكوا لسه بيشوف بس أنا خاف من حاجة بصراحة يعني أنا مش عارف ليه باش مهندس فرج عامر لما بيأكل لعيبة من الأهلي تطالك جميل جدا 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 وتجي في الأهلي ما يمكن عشان نادي مش جماهيري يمكن عشان ما فيش ضغط عليهم بس الكواليط التعالي العيبة اللي حواليك ينجحك الفلوس اللي بتتدفع بتنجحك منظومة قوية جدا كأسس فرج عامر ما بيبخالش على اللعيبة أو على المنظومة يعني شفنا ناصر ماهر مكسر الدنيا مع سموحة أهداف وأسستات وما بيقعدش جي النادي الأهلي من قبش الله ما تشين تقريبا وما شفناهوش فأنا خاف على الأولاد ده يحصل نفس الفكرة ممكن بقى دورة النادي الأهلي أو المسيماني تديروا موسم تاني مثلا تشوف الدنيا فيها إيه؟ الله أعلم بس المسيماني عايز الولد فيه عمار حمدي عمار حمدي دلوقتي عايز أقولك أن كابتن حسام حسن منباهر بيه هو منباهر بيه بس مخلص عليه خالص من ناحية من ناحية اللعب أو من ناحية مركزه الراجل ده يعب وينج عشرة عمار حمدي فكرني البركات هو نفس استير البركات خفته والشوت بلعب بك يمين فأنا مش عارف بصراحة كابتن حسام حسن قصدها هو اللعيب بناء على رغبة اللعيب مش عارف بس أنا بتفرج على كذا ماتش الاتحاد عمار حمدي بيعمل كوارس في الناحة الدفعية كوارس هو عشان بنيان صغير قصير فما حتة الالتحامات والقوة البدنية في الدفاع دي ما شايفها عنده خالي إنما لو توظف زي ما كنا بنشوفه في النصر هيبقى لعيب قوي جد هيشفيدي النادي الأهلي جد وممكن توظف وينج مش تحتاج بها أن تجيب وينجات من بره طب أليو باتجي ووليد أزارو أليو باتجي أليو باتجي صعب ما بدهمش حاجة في التركيا وفريقه هبط وفريقه هبط ووليد أزارو بيفكره 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 ويرجعه إدارة النادي الأهلي بتفكر لعيب كان موجود يحتك بأفريقيا السعر بتاعه مش هيتكلف كتير هل ممكن كارتيروني يفكر فيه؟ أعتقد أن وليب أزارو متعلق بجمهور الأهلي متعلق بجمهور الأهلي؟ أعتقد هو صرح كذا مرة قبل كده وإلا أنا متعلق بجمهور الأهلي ولكن ممكن كل شيء وارد ممكن لأهلي ما فكرش فيه ممكن لأهلي مثلا مسيماني يكون حاطط تعينه على حد من سان داونس على حد من كايزر تشيفز مثلا كده يعني الحتة بتاعت الوجوم بقى بتاعت المحل دي أنا عايز أتكلام فيها شوية شوية 2-3 لأن إحنا في مصر عندنا حتة رقم 9 دي بقت صعبة جدا كنا فين؟ عمد متعب عمري زاكي كنتشوف أسماء كبيرة دلوقتي الحتة دي قلت جدا اللهم مصطفى محمد شوية حسام حسن سموحها شوية ولكن بعد كده بقى حد سوالة حرج في الأهلي بقى جبنا دومينيك وفرانسيس وجونيور البرازيلي ومحمد غداري اللبناني وأبنيهم كاستيد لا أنا بتكلم عن حتة بتأقوصه كونان ومش عارف مين صراح الدين سعيد ما فيش لعيب عمر في الأهلي من الأسماء اللي أنا ألتادي أكتر من موسم أم موسم منص ودي بتصير عندي علامات استفهام فين العين اللي جابت بدر بنون وقال يوديانج من اكتشاف مهاجم صندوق قوي للنادي الأهلي أفريقيا بقى في مصر بتتفرج علىها نفس العين اللي ماشي تحمد ياسر قيان بالضغط كده ده أنا جايلك بقى أنا عايز تتكلم باستفادة أنا عايز أقول لك حاجة بس النادي الأهلي طلعت من اللعيبة فرودة إعارات أحمد ياسر ريان وعمر جمال وصادهم مين من المحليين صلاح محسن اللي بدأ يرجع الفترة الأخيرة ومراهم محسن أنا عايز بس أقول لك أرقام أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان 23 سنة لعب في الدور كله مع الأهلي ومع الجونة قبل كده ومع الصراميكا دلوقتي 63 ماتش سجل 23 جون في الدور كله بكل الفرق اللي ارتدى تشرتاه وصنع اتنين الموسم ده مع الصراميكا بقى لعب 18 ماتش سجل 10 أهداف طب مراهم محسن اللعب بقى كم ماتش وسجل كم جون وعملك فرق كم جون مع احترامي بقى للبروباجندة اللي معمولة والأساتزة الفلسفة بتوع السوشيال ميديا أصلي مراهم محطة أصلي مراهم بيطلع يجيب بدماغه أصلي مراهم بيوظفه موسماني بيوظف مراوان تكذب عن المهاجم مفودي بأرقام بالزبط كده مهاجم عندي أرقام وتهديف بص حضرتك زي برضو فكرة ما كنا يعني زي فكرة مصطفى محمد أول ما مصطفى محمد مشي من نادي الزمالك أنت ما بقاش عندك مهاجمين بيجيبوا جوان بقى الفرق شاسع وبانت جدا 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 في ماتش الأهل والزمالك الدور الثاني حاسي مهاجم بيجيب جوان في نادي الزمالك في الدور الثاني مفيش مفيش انت سعب بقى بيه زي ما شوفنا كده كارتلون في ماتش الزمالك شوية يوسف أوباما لا يوسف أوباما مش سرايكر شوية بن شاركي مش حول شوية تلعب أحداده بن شاركي فتلاقى أحداد بلعب وينجي فتدخل بن شاركي جوه صعبة جدا الأمور جدا في نادي الزمالك بعض رحيل مصطفى محمد لو في الأساس كان مهاجم أرقام هداف وسترايكر وكان ليه أرقام إيجابية بس الكوالت اللي حواليه الكوالت اللي حواليه أنا عايز أتكلم على الكوالت اللي حواليه بقى فضل أنا لو ما بعرفش يعني أنا مع احترامي لو ما بعرفش ألعب كرة وحوالي بن شاركي في مجده أوباما في تركيزه زيزو في تركيزه تحتهم سياسي أنا ممكن أكسر الدنيا أيوة بس منسة ضعيبة موجودة دلوقتي بس مش بنفس الكوالت يا مصطفى محمد ده اللي أنا كنت أعزك تسألني عشان أجاوبك عليه بقى أنت ما عندكش الكوالت في نادي الزمالك زي مصطفى محمد أنت حاولت على قد ما تقدر ترضي الجمهور بمروان حمدي وصفة جزيرة محترامي ليسوا أي حاجة جنب مصطفى محمد خالص نرجع للنادي الأهلي النادي الأهلي في المهاجمين في المهاجمين المحلية بمروان محسن وكاراتها بحمد إسار ريان حضرتك شفت عمر جمال عمر جمال مفاجأة بقى عمر جمال الناس هجمته كتير بعد ماتش الأهلي وطلع الجيش وقاله أنه هو فبرك قصة يعني أنه هو مسماني ويقابله في الممر بتاع الملعب وقال له أنا متابعك وركز والناس هجمته جدا ولكن القصة دي حقيقية مسماني يقاب مع مصطفى محقق مع عمر جمال واتكلم معاه وقال له أنا متابعك ومتابع أرقامك وشد حيلك وعمر جمال قريب جدا مع أحمد إسار ريان من العودة للنادي الأهلي والمفاجأة أنه ممكن يطلع مراهوم محسن ومراهوم محسن وصلاح محسن وبوالي ثلاثة ممكن يطلع وممكن نشوف أحمد إسار ريان وعمر جمال ومهاجم أفريقيا بدل بوالي ففي لكشة قرارات كده في الإدارة بحيث الصفقات واللعيبة اللي ماشية واللي داخلة كبير ممكن خبر مراهوم لتدول من شوية على السوشيال ميديا أنه هو راحس رميكة بكرة أحمد إسار ريان ده أصار فرح الجمهور للسوشيال ميديا الهلوية بشكل كبير ولكن لسه ما فيش حاجة رسميات لحد دلوقتي لكن أرقام عمر جمال وأرقام أحمد إسار ريان لا يختلف عليها أحد خالص جدا يعني هما الاتنين كوالة النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي لعبوا قبل كده للنادي الأهلي عمر جمال كنا شايفينه طالع إزاي لولا الإصابة فما حدش هيختلف على عمر جمال وأحمد إسار ريان وكرنة بصراح محسن اللي بدأ يرجع شوية ومراهوم محسن اللي بقى له خمس ست سنين ما نعلم كلامك بصراح محسن إيه سر التفرة اللي هو فيها وأنه بدأ يرجع على مستوى وشايفينه من أول مطش الزمالك إنه هو بدأ يتعلق من أوله جديد ضغط السوشيال ميديا الأهلاوي الإيجابي شفناه في مطش الجونة بنزل ربع ساعة بيلعب بالشوكة والسكينة كعوب والفريق كان متعادل طلق حمل شرسة إيجابية من جمهور النادي الأهلي بدأ من خلالها يدرك إن لأ أنا راجل بلعب في النادي الأهلي أنا راجل مغير التفرة في الكورة المصرية وصلاح محسن بالرقم اللي جابه دي مستشار كورك 40 مليون جنيه 40 مليون جنيه من أمبي في لعيب عنده 20 سن فأنا لعيب مغير التفرة في الكورة إنت عايز تتكلم من الأهلي لا مش تتكلم بس تتكلم التعرف مش عشان بس يعني أنا مفهود أبا حيادي هنا لكن سواء في الأهلي أو الزمالك التلازم تنتقد لكن لما الزمالك بيجيب لعيب وبيجيب لعيب برقم مش عايز أقول فالكي لكن الرقم مبالغ النسبة تطلع تهاجم ودفعته إهضار ملعام وكلام دا كله وبنلاقي إن فيه لعيب أبعده النادي الأهلي بيجيبها زي حسين الشحات حسين الشحات يعني الأعمى يعني الكفيف يحس بالموضوع دا إنه هو لعب بخمسة مليون درار ما قدم لكش أي حاجة لعيب بـ 42 مليون جنيه بدأ يقدم لك دلوقتي بتتكلم على ألقام فلاكية فلاكية وهي اللي بدأت تعلب أسهم لعيب الكوارة في مصر إنه هو دلوقتي تأدى لعيب هتجيبه كام صحيح هتخش مناسة الكام عشان كده أنا بقول لحضرتك لما الأهل والزمالك دلوقتي بيجوا يتعاقدوا مع لعيبة في الدورة المصري بيترجعوا لأن الكوارة التي قلت والسأل زي ما حضرتك بتتكلم أقل لعيب دلوقتي ممكن تتكلم في 15-20 مليون جنيه 50 مليون جنيه ده فرق بيها عامل باش موندس فرق عامل طلب كام في حسن حسن 40 مليون جنيه آه فالفكرة إنه لما تيجي تتكلم بقى أصلي فيه لعيبة برضو بص فيه لعيبة برضو شباب ممكن تدفع فيها محمد مجلي مقاولين كده فيه لعيبة كده تفراد بتبان لما سيتها بتبانوا ولعيبة صغيرة فممكن تدفع فيها المبلغ اللي مش مش كبير قوي فكرة الأرقام صعبة الأرقام صعبة في ذل أن انت يا جاي بلعيبة بمفروضة على قوالة النادي الأهلي ومش لاقي منه أي شايف إنه هو أحد الأسباب الرئيسية لإن الأسعار توصل بالأرقام ده لما يجيه كوين الفريق الأساسي دي يا مهربين ده زي رميد حدثني باستفادة لو عايز تتكلم عن موضوع ده بص أقولها لك في نقطة واحدة بس أو ممكن في نقطتين فضل لما العيب بيلعب في النادي المصري بورسعيدي وما يقدمش أي حاجة خالص وتروح تجيبه بعشرين أو كمسة وعشرين أو تلاتين مليون وبيلعب بكشمال تكلامة مين؟ محمد حمدي محمد حمدي نفس الكلام على أحمد أيمن منصور أنا بيعب في نفس النادي المصري فتقريباً الاتنين بأجيتش كده بخمسين مليون طب ما احترام يده أقدمه إيدي ده أحمد أيمن منصور كان راجع من النصابة طويلة أنت على أي أساس بتجيبه بالمبلغ ده محمد حمدي كان لعيب شاب لأهل ممشي بلاش فأنت أي أساس بتجيبه بالمبلغ ده فأنت نبيل دونجا مثلاً نبيل دونجا معهم من الأول معهم من الأول من المكان القسيوتي وتلع معهم من الأول ولكن ما تقدرش تلوم طالما فيه ميزانية وطالما فيه باجدج وفلوس ما تقدرش تلوم أنت نفسني شايف إن ده سياسة النادي والمسؤولين الذين يسألوا عن تلك المبارخ المهودة والله أنا مش دافع حاجة من جيبي أنا فيه ممول فيه استثمارات فيه فلوس فأستاذ أحمد مثلاً معه 20 جنيه ومحمد معه 25 جنيه إنت هتخش وأنا هخش فهعلق لك براحتي 25-30 وإنت وقف عندك بس أنا خدت اللعيب بورا زي ما أنا عايز فهي فيه فلوس الفلوس بتتكلم شفنا باريس سان جرمان شفنا برشلونة دلوقتي الدنيا بايزة خالص مفيش صفقات الفلوس ولغة المال والاستثمارات بتتكلم دلوقتي وده اللي خلى النادي الأهلي يفوق لفكرة تكوين شركة كورا قبل ما كلمك في شركة الكورا سألك في سؤال أخير وهذا طبعاً في موضوع شركة الكورا عشان هو مهم شايف إن تجربة نادي بيرامدز هتعمر في الكورا المصرية أم لا تجربة معقتة أو ستكشى طب أنا ممكن أجاوبك على حتة كده فنية بس قبل ما نجد أهو عفرامدز بيرامدز بيرامد مصطفى محمد قيمته السوقية تعدت رمضان صبحي بمبلغ ضغم مصطفى محمد نقطة مهمة شفتها نبال رمضان صبحي أصبحت قيمته تلاتة مليون يورو بعد ما كانت قيمة رمضان صبحي سبعة مليون يورو لما كان في ستوك في هيدرسفيلتاو حالياً أصبح كان رمضان تلاتة مليون يورو من سبعة مليون يورو رقم كبير جداً جداً في حين مصطفى محمد لما تلعم الدور المصري وراح الدور التركي اللي مش هنقول إنه هو كبير ولكنه محترف كيمته السوقية رفعت إلى خمسة مليون يورو فإذاً أحب أوجه رسالة للرمضان صبحي إن التموح حلو التموح حلو جداً ومبروك عليك تبنوحك تستهلوا لأنك لعيب كويس شريف إكرامي شريف إكرامي عليه حملة كبيرة أوي بجد برغم إنه ما أساقش للندي الأهلي في أي حاجة من وجهة نظر حضرتك إنه ما أساقش ولكن تلاتة ربع الكوكب الأرض كله عارف إن شريف إكرامي هو من سهل انتقال عملية رمضان صبحي إلى دورامانس رمضان صبحي بيستشير شريف إكرامي في كل حاجة بما إنه نسيبه وكده فأنت عارف يعني بقى أنا بكلم إنه هو وقت ما كان في الندي الأهلي كان حارس في الندي الأهلي ولما خرج من الندي الأهلي تقريباً خرج بطريقة محترمة بستوى أستاذ أحمد ما تقرن ليش أي لعيب بيرتدي تشيرت الأهلي والزمالك من الدعم لحد ما بيمشي وإحنا دي تاني أنا ممكن يكون عندي أسوأ لعيب على الكرة الأرضية بس لابست تشيرت الفريق بتاعي فأنت تاخد دعمي لآخر فترة اللعب بيتكشف إمت بقى لما بيخرج برة كوقاعة الأهلي والزمالك بتبتدي بقى تكتشف وتشوف أخطاء وتشوف كوارث اللعيب بقى اللي تلعف باحترام وبأدب وبوروكي أحمد فتحي اللعب لآخر دقيقة في النادي الأهلي مشي باحترام حقه إنه خلاص في آخر عمره بيكون نفسه محدش يقدر يتكلم معاه إده للنادي الأهلي كتير وإده للنادي الأهلي لآخر مباراة وكان عايز يلعب مباراة كمان نهاية أفريقيا ولكن التقوانين واللواقع منعيته نرجع بقى لنقطة بيرامدز بيرامدز مستمر لأنه مستمرة وهتبقى أقوى جداً جداً لأن داخل فيها منظومة منشستر سيتي مالك منشستر سيتي داخل داخل في ده اتعلنت على فكرة اتعلنت من يومين ثلاثة داخل منظومة بيرامدز بشكل قوي هتبقى تجربة مرعبة ما أعتقد أنها في الفترات الجاية هتسبب مشكلة لأهل والزمالك في قوالة اللعيبة اللي جاي يعني ممكن نشوف بقى ناس بقى زي كينو وناس زي ريكاردو اللي هو المهاجم اللي كانوا جايبينه والناس دي الناس دي ممكن ترجع تاني وأقوى كمان بالفلوس اللي هتتدخل من الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي ولوس أنجلوس في أمريكا يعني في دجة هتحصل في بيرامدزو في مصر هتغير شكل الكرة خالص بصراحة أنا مواحد من الناس الآن جداً لو هتكلمني الآن جداً على الانديال جمهري يعني بنشوف المصري بنشوف الاتحاد تشوف الاسماعيلي لو هتنزل تحت شوية اسماعيلي جولا كابتن هيب جرال كان ممكن يعني قابق أو صينة وأدنى مدهبوط ممكن تنزل تحت شوية بقى تشوف الترسانة تشوف الأوليمبي تشوف المنصورة تشوف كل لو بصت تحت في الأندية اللي تحت هتلاقي ثلاث تربع المتصدرين أو شركات شركات فاركو لا وهو مين يا صعد السندي غير غز المحظة سيراميكا كيلوكوترا اه تحت بقى طالع برضو من تحت فاركو بورتو السويس في الكاهرة فخايف جدا جدا من فكرة الشركات لان هي هتبقى صعبة اوه هيبقى فكرة استثمار بحت الترسانة ماشي كويس نتمنى ان الترسانة يعود مش عارف ايه بصراحة كابتن علاء نوح حظه سيء لكنه قريب من السعود قريب ولكن تعادوا للنهاردة ممكن يأخروا شوية يعني الناس في مجلس الإدارة حاجة طريق السعيد ومعان الناس كلهم عاملين شغل كويس عايزين نبركلهم مقاوية نادي الترسانة طبعا طبعا برعاية المسيس الكبيرة اخبار اليوم وستزحمة الجلال فهيعملوا شيء مشرف وممكن نشوف حاجة كبيرة جدا في مقاوية نادي الترسانة هم بيحضروا مفاجآت للجمهور نادي الترسانة حضرتك عارف نادي عريق جدا مش انا اللي هتكلم عن نادي الترسانة طبعا تاريخ اي حد بيتمنى على فكرة انا ترسانوي جدا بيحب نادي الترسانة جدا وبقدر استاذ طريق سعيد جدا استاذ راجح واهبة برئيس النادي والكابتن عناء نوح والكابتن محمد فواد الناس دي كلها بجد انا معاهم الموسم ده من الاول بجد الناس انتعبت في تكوين اللعيبة كان عليهم لغة من الجمهور على فكرة نادي الترسانة للجمهور لحد دلوقتي بيحضر مواتشاط النهاردة كان فيه مشكلة لزمالين الصحفيين عايز اعرف ايه فكرة اتمنع الصحفيين كابتن جمال حمز النهاردة اتمنع من الدخول بعد المرسلين اتمنعهم الدخول فيه ازمة في دخول الصحفيين اللي ملعب من الجمهور انا معرفش ايه السبب اكيد ده مسؤولة عليها اتحاد الكورة اكيد ما احترام ان انت لما تطلع ايدي اتحاد الكورة لناس صحفيين يبقى انت ده صحفي معترف دي عندك فلما يروح لحد الباب ويقوله ممنوع الدخول يبقى انت عندك ازمة في المنظومة فلازم تتحل الناس النهاردة اتبهدلت اتفرجت من وراء الصور نتمنى طبعا من السيد احمد مجاهد انه برضو يسهر الامور على السادة الصحفيين اللي بيقوموا بدورهم على اكمل وجه ومنتمنى ان هذه الترسانة التوفيق عايزة كلامك بقى في موضوع مهم وهو شركة النادي الاهلي كدني عن كواليس انشاء شركة النادي الاهلي برئاسة الاستاذ رجل الاعمال مشهور ياسين منصور طبعا فكرة كويسة جدا او هقولك حاجة بلغة السوشيال ميديا خبطة حلوة تاني بعد خبطة الاستاذ يعني شركة كورة في الوقت ده بتقول ان النادي الاهلي انا هو او كابتن محمود الخطيب بيقول انا هو انا لسه بغدم النادي الاهلي لاخر تقريبا سنة او سنة ونص في انتخابات انا مع النادي الاهلي وانا مش بعمل عشان انتخابات الشركة استثمارية فيها ناس افاضل استاذ ياسين منصور استاذ مصطفى مراد فاهمي والنائب حسام غالي الجمهور النادي الاهلي فرحان جدا انه هو بدأ يخش جدران النادي الاهلي تاني اعتقد انها تبقى اضافة قوية جدا 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 للنادي الاهلي من حيث كل حاجة من حيث الاستثمارات اكيد فيه صفقات لان استاذ ياسين منصور كان داعم اساسي من الدواعم في الجيل الزهبي ابو تريكا محمد بركاته والناس اللي كسرت الدنيا دي فهيساعد اكيد اكيد بنسبة كبيرة هيساعد ده من وجهة نظري انا ماليش علاقة باي اداة رأينا ان هي هتبقى شركة انا موساهمة للنادي الاهلي بشكل قوي جدا ومساندة قوية جدا للنادي الاهلي في الفترة الجاية والنادي الاهلي محتاج ده يعني النادي الاهلي محتاج ده النادي الاهلي اسمه كبير اي حد بتشرف انه هو يخش تحت كوكاعة النادي الاهلي او منظومة النادي الاهلي فانا شايف اضافة قوية جدا للنادي الاهلي وفي نادي الزمالك عن نقيد برضو نهاردة داجنة موقعتها اعلنت انه هيتم تأسيس شركة شايف اتبقى برضو اضافة نادي الزمالك بما انه كيان كبير برضو زيه زي نادي الاهلي نادي الزمالك كيان كبير وكل حاجة ولكن انا مستبرد يعني لما الاهلي اعمل ان في استاد ولوضع الحجر لرئيس الأستاذ فوجئنا من بالليل نادي الزمالك ديال لكن الزمالك وضعه يختلف نفس الفكرة انا عايز اعرف ايه الفكرة احنا عايزين الصالح للقرى المصرية احنا بنتكلم عايزين الصالح للقرى المصرية خلي بالك ان انت النقطة اللي انت بتقولها دي الزمالك عملها قبل النادي الأهل المتشار المرتضى ممصور حط حجر الأساس في فرع وكتوبر بس ما فيش ما شفناش حاجة بقى تنفيز بقى لها ديه طيب ما الأهل لسه برضو ما شفناش عشان يكون منصفين احنا ماشي احنا بقول لسه هو لكن انت أستاذ المستشار حط حجر الأساس من امتى بقى لك مثلا سنتين تلاتة حطها برضو من سنتين طيب والندي الأهل جاء عملها وما اشتغلش ماشي ما سيحنا وكان بيعلن ان هيبى فيه أعمال في فرع وكتوبر في الاستاذ وما شفناش شفنا ماشي ماشي دي مبادرة ودي فكرة كويسة برضو لما نادي الأهل افتلع قال فكرة وي السلام نادي الزمالك كان عايز ياخد حق انتفاع في بيتروسبورد اتشايف ان الزمالك مهدول حقه اعلاميا بصراحة كده ما ينفعش الزمالك يتهدر حقه اعلاميا مستحيل لنادي الزمالك هرم من اهرام الكورنة المصرية مع النادي الأهل بصراحة ما بشوفش استمتاع بأي حاجة لو نادي الزمالك واقع انا لو انا محسوب على النادي الأهل فانا حيب اخد مثلا بطولة بعرق زي ما بحصل دلوقتي كده الزمالك كيكسب الأهل يقع على الزمالك تعادل فاهمني في الكورة وفي التجديدات وفي مستوى اللعيبة انا مفرحش ابدا مثلا ان انا روح اكسب الزمالك 5-6 ونص التين بتاعه وموقوف او مصاب نفس الكلام الناحة التانية ما بتحبش برضو تشوف الأهل واقع على السوشيال ميديا ممكن ننكش بعد شوية اللي خسرت مثلا خمسة فاهمني الحاجات دي انما يعني من مصلحة الكورة المصرية ومن مصلحة اللعيبة ومن مصلحة الجمهور ومن مصلحاتنا احنا في المتعة ان ولا دا يقع ولا دا يقع احنا عايزين مصلحة الاثنين وعايزين الاثنين كوي جدا عشان نبصه قدام أنت عندك أولمبيات وعندك تصفيات كسعالم وعندك أفريقيا في المنتخد فمستحيل أن أنت تتمنى مهما كان أنت معك مستحيل أن أنت تتمنى أن الأهل يقع والزمالك يقع مستحيل طبعا أنا معاك في النقطة دي عشان حتى أسهم الكرة المصرية نبدأ نشوف دوري مصري قوي بوجود نجل أهلي والزمالك والإسماعيدي بدأنا نشوفه هو كابتني هب جلال عامل نتائج كويسة أحب برضو عرف رأيك في توالي كابتني هب جلال شايف أنه هو لو كان مع الإسماعيلي من أول الدوري كان ممكن الإسماعيلي يبقى في مربع دهلي الروح تغيرت أنا كنت حاضر ماتش للإسماعيلي وللإنتاج الحربي وكان قاعدين ورايا كابتن بار محمدي فقر الدين بين يوسف حسين السايد كانوا طيبا إصابات وإقافات كمية التفاعل اللي مع اللعيب اللي جوه الملعب تحس أن هم فعلا عايزين يأكلوا النجيلة يعني أنا عايزة أقعد ده اسم نادي الإسماعيلي فتقدر تقول أخيرا أن كابتن هب جلال رجع شخصية الإسماعيلي أو رجع الروح الانتسارية في نادي الإسماعيلي إحنا شفنا يعني ماتش أسوان ماتش الانتاج الحربي كلها كان بيطلعوا الروح بس أنت في آخر الروح يعني الروح بتنتصر يعني أنت على فكرة نادي الإسماعيلي عنده لعيبة من أهم اللعيبة في مصر عبد الرحمن مجدي محمد صادق محمد صادق إري بابل فقر الدين بين يوسف شكري نجيب اللي مكسر الدنيا على فكرة شكري نجيب يستحق جدا 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 إنه نضم المنتخب مصر لازم شكري نجيب ياخد فرصة في منتخب مصر لعيب فعلا بيحسسك بمصطفى محمد بيحسسك بالقوة البدنية واللتحمد بالرأس وعلى فكرة عنده حتة الإسماعيلي عنده حتة المنجل اللي هو الحريف العبار سمسمية كده آه يعني حتى شفنا الجنب تقفى الانتاج الحربي أنا كنت عاد في الاستاذ أنا معرفش غير إزاي وش مرواب وحصك كان مصطفى الإسماعيلي كده كان مباشر بارت أنا مش عارف بصراحة تقول لي منجوش في حتة إذا رجعنا للنادي الأهل فالأ لأ يعني يمكن عشان ممكن نشوف اتنين تلاتة دعيبة من الإسماعيلي المتقضقين السنادي في النادي الأهلي السنة الجاي زي باهر المحمدي وعبد الرحمة المجد كان فيه كلام وبعد إصابة باهر وبعد إصابة عبد الرحمة المجد الأهل قفل المفاوضات الأهل دلوقتي عيونه على ناس مجانب ومسيماني طالب حاجات معينة مش هنفكر في مش هيفكر في أي لعيبة من النادي الإسماعيلي لا مش هنفكر في أي لعيب وخلاص أنا طالب مراكز طالب باك شمال طالب باك يمين باهر المحمدي ما عرفهاش بالله فترة ويمكن عشان إصابته كمان طالب وينجات طالب فرود وأنا بقى من وجهة نظري بقى إن إحنا بعد كل ده إن إنت ممكن الأهل محتاج إحنا عندنا معلومات رحمة الرحمة المجد فيه ناس بتقول رحمة الرحمة المجد مضى وجمهور الإسماعيلي رابطها فكرة إن هو بعيد دلوقتي أو بيتهرب أو بيتمرد عن نادي الإسماعيلي الكلام ده مش صحيح عبدالرحمة مجد مصاب ويباهر المحمدي مصاب واللتنين رجعوا تقريبا للقايمة المتشي لجاي فلا ما اعتقدش إن الالتنين بيتمردوا أو الالتنين مضوا في الأهل لا بقيدة تماما على تعالي أسألك كم سؤار سريع كده بما إننا قدنا سبعة داقة على الختام مين أقرب للدور المصري هذا الموصل؟ سراعة قوي جداً ما بين أهل والزمالك ضغط المباراة للنادي الأهلي ممكن يعطله شوية للنادي الأهلي؟ آه ضغط المباراة للنادي يا رجل خذيك حياتي لا ما هتكلمني بقى على الفترة الأخيرة وإن احنا رايحين عن الجونة واللعب الإسماعيل بزبط ده التنادي الزمالك بيعاني ده حتى فيه ناس أهلوية تدعو وقالك هتدعو في الجونة بعد كده في سويس بعد كده ترجع لإسماعيل إسكندرية طب سوائنة طب هو النادي الأهلي يعمل إيه؟ ما النادي الأهلي بيمصل مصر في أفريقيا فأنا ماشي مانا لو موجود هلعب هتلعب يا منتا هتخرج من السويس من السيد السويس هتسافر خلينا برضنا نكون منطقيين ما أنا عايز أورف انتوا تخرج من السويس إذ هي تبعد عن الجونة أربع ساعات ولا خمس ساعات بسواءة هترجع مصر وترجع الجونة ولو كسبت الإسماعيلي وصرتها توصل للسويس تاك بالضبط فيه برضو ناحية منطقية ويجي في الآخر مش بس أنا عايز ألفت نظر حضرتك لحاجة ده برضو فشل من إدارة الكورة اللي موجودة برئاسة الكابتين أحمد من جاهة طبعا أنا عايز ألفت نظر حضرتك لحاجة ألا وهي أن الاتحاد الأفريقي أخطر اتحاد الكورة المصري بتسليم القامل أفريقي شهر ستة فأنت هتعمل إيه؟ صعب ما عندكش حلة بقى لنا الدورية تلغي فرقة متاهلة فيه الفرقة المتاهلة فيه؟ أنت إيش عرفتني أنا الأهلة ممكن الأهلة زمالك راكب بيرامدز ممكن يخش المصري والاتحاد والناس اللي تحت دي ما تبقى عادي أنت ممكن أهلة زمالك في أفريقيا متضمن مكانهم لكنك برضو يا محمد وأنا برضو أنا بنقشك في النقطة دي هو في الأول وفي الأخ المسؤول يعني هو مفروض أنه هو مدام جاه أخذ مسؤولية كورسي زي رئاسة اتحاد الكورة لازم يحط جدول على الأقل مايرهقش العيبة لكن أنت دلوقتي أنت نفسك بني آدم مش كلاعب لكن لما تروح يوم في الجونة على كده تنزل في الصعيد على الشمال موضوع مرهق طب أقول لحضر لك حاجة وممكن تتفاجأ منها أو من رد فعل فيها أو مننا شخصين فيها أصول أصولاً وكروياً وخططياً أن الدور السنة اللي فاتت كان مفروض تلغي عشان تبدأ تريح وترجع بعد دوري نضيف وتبدأ لكن أنت كل حاجة مضغوطة 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 تبس سنة اللي فاتت فدلوقتي مسؤولين الاتحاد الكورة ومسؤولين الأندية خايفين بشكل كبير جداً أن الدوري تلغي هتبقى كارثة بعد المجهود والفلوس دي كلها وكمان الأندية مش تنقصة ده أنت كرونة بوازة الدنيا واللعيبة بتنزل عقود وفيه عندها بتطلب دعمه فيه لعيبة ما بتصبرش على الأندية وفيه لعيبة زي ما حضرك بتقول ما بتصبرش بقى أهلي وزمالك وكذا فالأمور صعب يعني أنت شايف أن الأهلي هو الأقرب لا أنا مقولش الأهلي الأقرب أنا بقول للأهلي ممكن لا الأهلي ممكن بقول لك ضغط المباريات نسبة 60-40 للأهلي أوكي كاس السنة دي الكاس البطولة المفضلة لنادي الزمالك ما عطقتش أنه بعد خسرت أفريقيا والسنة اللي فاتت والخروج من أفريقيا السنة دي والخروج من الكاس السنة اللي فاتت وخسرت الدوري السنة اللي فاتت هتبقى صعب أقوى على جميل الزمالك لو فريقهم ما خدش بطولة السنة دي حتى كاس بمصر يعني تصالح جمهورك هذا أهلي وصنداونز في الرقاء العودة ماتش صعب جداً فيه لعيب بتمنى أنه ما يرجعش في سنداونز في الماتش مين؟ زياب زواني كان كايف في الماتش لعيب مرعب يعني بجد أتمنى أنه ما يلحقش الماتش لأنه هو يسبب مشكلة لدفاعات النادي الأهلي وأتمنى من المسلماني حتة الكوار العرضية نحنا يما يرقلبه وقف في الماتش لو الأهلي اللي بقدر الله خسر تفتكي المسلماني هيكمل وإذا هيرحب مستحيلة إيس مستوى مسلماني أو باكور حي المسلماني مبطولة لا 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 بما ينك ديك مصادر باك لا 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 ما اعتقدش الإطاحة بمسلماني الراجل زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة محقق إنجازات ثالث العالم أفريقيا على غريمي طريقه نول اللي جي يكمل الدوري هو اللي جي يخد الكاس فلا لا ما اعتقدش إننا هقضي على الراجل كده يعني على طوله على فكرة أقولك حاجة السنة دي بتاعت موسيماني دي بتفكرني بالسنة اللي وصل فيها كارترون مع الأهلي نهاية أفريقيا قدام الترجي نفس المشاكل نفس التدعيم الضعيف نفس المشكلة بتاعت اللعيبة كوالة اللعيبة فأتمنى أن المسلمان يقدر يتغلب على فكرة كوالة اللعيبة دي وربنا يوفق يعني يعني أنت شايف أن كوالة اللعيبة الندي الأهلي حالياً مش كلهم أو فقدوا الحافظ في بعض اللعيبة بصراحة الأهلي بعدما اتصاب منه عدد كبير من اللعيبة الأهلي كشف في بعض المراكز بصراحة يعني بكل الموضوعية الأهلي كشف فعلاً في بعض المراكز في وجوده الإصابات فلازم فريق بطولات أو فريق زي النادي الأهلي أو فريق زي النادي الزمالك دكته تبقى زي الأساسين بتقوم ولكن الفترة بصراحة انت حضرتك شفت مش محتاجة كلام في ماتش سموحة إلا حصل الجونة تبتدي تتعادل وتخسر وتقع ده لولا أن الزمالك برضو ماشي بنفس الريت كان الزمالك فرق بعشرة 15 بنت وكنت خلاص بقى الدولة خلاص انتهى فلا الأهلي لازم يدعم بشكل كبير في الفترة الزمالك هل كارتيرون هيستمد أم يرحل ونشوفه سام النبي هو البدير المصري كارتيرون جمهور الزمالك وخدم من الحكة النفسية شوية اللي هو هرب ورجع ولكن كارتيرون في أداءه الفني فارق جدا مع ناد الزمالك ده من وجة نظر يعني أنا شايف كارتيرون فارق جدا مع ناد الزمالك بيتعامل مع العيبة نفسية كويس جدا هقدر أقولك حافظ بعض القماشة اللي موجودة على فكرة كارتيرون لو كان موجود ما كانش سامح بالكارسة اللي حصل الجوانات الزمالك بخروج مصطفى محمد آه خروج مصطفى محمد سوري وخروج مصطفى ماتحي وخروج ونجم التلاتة دول كان كارتيرون بيفضلهم جدا أنا عارف ان مصطفى ماتحي كان مصاب ورجع من الإصابة ولكن كان كارتيرون عايز يبكي عليه بشكل كبير في الفترة اللي كان فيها وكان رافض خروج مصطفى محمد وكان رافض خروج ونجم وشفنا المشكلة دي وباتيكو برضو كان رافض آه وشفنا الفكرة بتاعتب نفس المشكلة بتاعت الأهل بالزبط في الوينجات انت خرجت مصطفى فتحي خرجت محمد ونجم بقى عندك أشرف بن شاركي وأحمد سيد زيزو لو واحد من الاتنين وقع انت ما عندكش وينج قولي كده ممكن مين ينعب وينج في نادي الزمالك لو دور وقعه هتلاعبش كبالش كبال البدني بتاعمه بيجيبش على شرط واحد فرهب عندك كرسف في الوينجاب برضو زي الأهل فكرتيروني أنا شايف ان هو مستقر مع نادي الزمالك ومعتقدش ان هو يرحب أخيرا هل بدير موسماني في حالة رحيل موسماني سيكون أجنبي؟ يعني ممكن نشوف ريني فايرل موجود في النادي الأهل مرة أخرى ولا ممكن نشوف حسامو إبراهيم هو الأول احنا هنشوف طبعا زي كالعادة بتاعة الأهل والزمالك هتشوف في المدرب مصري محمد يوسف بقى كابتن على زياب شافي أي حد مصر كده يقود المهمة ولكن ده في حالة الرحيل اللي هي مش هتحصل أصلا فكرة انترمت لي حتة حسامو إبراهيم حسن لأن فيه ود وولفة ما بينه ما بين كابتن محمود الخطيب وحتى دعاهم في حتة حجر الأساس داعة الأستاذ شكده بكلمك في نقطة دي ولكن السوشيال ميديا تحكم بأحكامها السوشيال ميديا ضد عودة حسامو إبراهيم تاني لنادي الأهلي واعتقد ان هو ده القرار اللي على طائلة الإدارة يعني صعب نشوف كابتن حسامو كابتن إبراهيم على طائلة النادي الأهلي أو على كده الفنان للأهلي قبل الختام اديني أحسن حدوشة بعيب في الدور المصري أحسن حدوشة بعيب في الدور المصري محمد الشناوي محمد هاني محمود الوينش بدر بنون عايز أقول عبدالشافي بصراحة بدأ يرجع في المصري أنا أختار حد مفاجأة هو عمر الحلواني ماشي أسوان هلعب ديفندرين أو باتنين نص هلعب بالسولية وهلعب بطريق حامد لقم عشرة مفيش بديل عن محمد مجدي أفشا بصراحة وينج رايت هلعب أحمد سيد زيزو وينج ليفت بن شاركي والفيرود هيكون أحمد يسر ريان أحمد يسر ريان ما اخترتش ديانجن لا مع طريق حامد شايفه أفضل مني أفضل في الحت دي أحمد وائل النقد الرياضي شرفتني النهاردة ونورتني في البرنامج اتبسطت بوجودك معايا وإن شاء الله نشوفك الأقام القادمة يعني على المستوى الإعلامي منور أكثر ربنا يخليك أسوز أحمد بدعم حضرتك أكيد أنا اللي اتشرفت بوجود حضرتك اسم كبير في عالم الإعلام أكيد هدفلي طبعا وأتشرف بيك خميل عزيز أول مرة أتطاق بيك على المستوى المهني أو على المستوى الشخصي وأنا اتشرفت جدا موجود معاك وبتملك التوفير في فترة الجيل إن شاء الله زميلي محمد وائل النقد الرياضي بشكرك وبشكر كل أستاذ المشاهدين صهرناكم معانا إن شاء الله نراكم قريبا وحلقة جديدة من برنامج الملعب تركبوا المفاجآت مع أحمد زادة وبشكركم شكرا للمشاهدين